نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إصدار قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للفصل الدراسية الثاني للعام الدراسي الحالي وشدد المركز الإعلامي على أن امتحانات الفصل الدراسية الثاني قائمة كما هي لكافة صفوف النقل دون إلغاء مطالباً الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ترجمة نانسي قنقر